معنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات سيد ايمان عيتاني اهلا بك سيد ايمان اذا سيد ايمان كلنا نعرف تاريخ موضوع ماكروسوفت ماذا حدث في ايضا الجلسة الاستجواب الشهيرة امام الكونغرس الامريكي لكن اليوم نحن امام مسألة مختلفة تماما وهي جوجل حرية المعلومات الى ايمد هذا الامر قابل ان يذهب الى التقاضي وما نتائجه باعتقادك هلا ماجد هو النظام الاقتصادي الامريكي ركن اساسي عنده هو يكون فيه جو تنافسه لا يسمح لمؤسسات كتير ان تتنافسه وتعطي خدمة احسن وافضل منشان هيك في عندهم مؤسسات من الدولة يلي شغلتها انه ترائب وتتدخل لما تشوف انه فيه شركات كتير كبيرة صارت وما فيه محلة غيرها مؤسسات مثل هلا بيعملوا نوع من استقصاء معين لا يوضحوا اكتر انه لأي درجة فيها الاحتكار ويلي عم تحكي فيه ماجد المحلوي لانه هو اقرب شي صار هيك لمؤسسة مايكروسوفت بس عم نحكي من فوق العشرين سنة وكمان نفس الخبرية يعني ابل كانوا عم بيحكوا هني عنه متصفح انترنت اكسلورير هو اساسي ومن وراه بدون يفكوا مؤسسة مايكروسوفت هلا بيجوجل عم بيقولوا هني في عندهم مع مؤسسة ابل متفقين معهم بمليارات دولارات بالسنة ليكون هو محرك البحث الاول من وراه دي عم بيحكوا باستقصاء كامل حتى يكون يعني يحكوا بيتفكيك لمؤسسة جوجل لكن سيد ايمن في قضية مايكروسوفت كنا نتحدث سوفت وير هارد وير يعني كنا نتحدث عن البرامج مقابل انتاج كمبيوترات اليوم نحن نتحدث عن جوجل حرية المعلومات حرية البحث ما الاحتكار في هذا بأي قانون سيتم محاكمة جوجل هلا هو الاتاري اللي بنحك فيه لانه جوجل حجمه هائل يعني وحتى مردودة المادة هائل يعني تقريبا بالسنة 142 مليار دولار سنويا اكتريته مردود دعائي عن طريق محرك البحث وفيه عندهم كمان احنا اذا ونوصلنا مع حل معين نستعال جوجل مابس الفيديو اللي بنحترر على الانترنت هو يوتيوب استعمال الايميل عم يكون جيميل فيه عندهم التطبيقات للمدارس فيه يعني جوجل والكل شيء اندرويد التليفونات اللي هنا سامسونج وغيرة كلها شغالي على انظمة اندرويد لانه حجمه كتير كبير عم يكون فيه هذا الاستقصاء بس كمان جوجل بتقول انه نحن مع جابرين حدا يعني فيكن فيه غير محركة بحث والناس عم تختار جوجل فهني طرحهم عم بيقولوا الناس عم تختارنا وكمان نجد يعني انت اذا بتيس على حالك اذا حاولت استعمل محرك بحث غير جوجل صعب النتائج اللي عم تيجيك صحيح سيد ايمن بالطبع هي مسألة ستحتاج الى جلسات كثيرة وردود وهيئة دفاع مختلفة لكن دعني اسألك سيد ايمن ما السيناريوهات النهائية يعني اذا ما تم ايجاد مخرج ما كيف ستتصور هذا المخرج يعني هل تقسيم الشركة ايضا هل نتحدث نحن عن اكثر من عشرة مليارات دولار كربما حل مثل هذه القضايا يعني عادة القضية مثل هذه القضية بتاخد من ثلاثة لخمس سنوات حتى القضية التي تلعت اليوم يعني هي لتبلش المحاكم بعد سنة فعم نحكي من ثلاثة لخمس سنوات التفكيك جوجل هيكون صعب اكيد حيوصلون محالي تفقو فيه على ضريبة مالية معينة واذا اقترحت حضرتك 10 مليون حتى 20 مليون هي شو بالنسبة لجوجل بفترة ب140 مليار دولار بالسنة على خمس سنين الدعوة عم تحكي انت فوق 60 مليون 60 مليار دولار ندفع 20 من سكر الموضوع وخلاص طيب اشكرك جزيلا من دبي الخبير في تقنية المعلومات سيد ايمن عيتاني شكرا جزيلا لك